مرحبا بكم مطلع وبركاته طلاب نصف السابع الحلوين معكم هيبا هتاو يلا نبلش به درسنا جديد من مادة الماتماتيك حبات الحلوين درسنا الماضي كان عبارة عن الإشارات الزائد والناقس وكيف نحن نحافظين الإشارات بجمع الإشارات أو طرح الإشارات اليوم سنكمل درسنا ولكن على التمثيل البياني شوفوا هون سابع شو عاطيني هون؟ عاطيني قال عندي هذا التمثيل البياني وشلون اللي احنا مسلنا عم يقلي هون زائد اثنين زائد زائد واحد يساوي زائد ثلاثة طيب هذا الطرف هو سالب مبدئة معناته بروح أنا على الطرف الموجب هاي اثنين زائد ثلاثة وهون معناته قداش بيعطيني من نفس القيمة اللي هي زائد ثلاثة بتضله نفسه يعني واحد زائد اثنين يساوي زائد ثلاثة تمام ما ضفنا شي جديد من هلا بنجي هون شو عم يقلي ناقص اربعة عم يقلي ناقص اربعة زائد زائد سبعة ناقص هي جهتها من هون هي هي ناقص اربعة تمام وهون شو عم بيقلي الزائد ويساوي ثلاثة شوفوا النتيجة من تحت هي ثلاثة تمام النتيجة من تحت هي ثلاثة فشو رح تاخد معي القيمة اذا اخدنا هذا السهم هتاخد هاي القيمة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ستة سبعة فحتاخد معي زائد سبعة معناته السهم الرايح رايح هيك فاخدت لعند الرقم ثلاثة زائد سبعة فهوني منشوف لحنا شو اللي ناقصنا شو يلي ناقصنا وشو يلي زودنا فهون عم يقلي الجواب زائد ثلاثة معناته شو هي اخده زائد ثلاثة فحتجلي سبعة ناقص اربعة فحي يعطيني زائد ثلاثة حسب يعني حسب المستقيم بناخد عليها امثلة اكتر مشان نعرف كيف نحلها حلو هون عندي زائد ثلاثة وزائد واحد قديش لازم يطلع يعني لازم يطلع زائد اربعة طيب عندي هذا المستقيم شلو ننمسلو راح نمسلو هيك هاي زائد واحد ام بيقلي زائد ثلاثة وزائد واحد ضفنا لقيمة معناته زائد اربعة معناته انا بقيمة الموجب ما رحت لقيمة السالب ابدا هلأ بنجي لتحت عم يقلي ناقص واحد بالزائد ناقص اثنين اللي احنا قلنا اشارة ناقص نجمة بتظلة ناقص نفسه ونجمة تمام بتظلة ناقص نفسه ونجمة ناقص اثنين عم يقلي لك هي ناقص واحد وهي ناقص اثنين يعطيني ناقص ثلاثة فضلت من الاتجاه الناقص نتبع كثير من حسابه على الاتجاهات عندي ناقص ثلاثة زائد زائد اربعة ناقص ثلاثة زائد زائد اربعة اول شو منعمل هي ناقص هي ناقص ثلاثة تمام لانو بيطلع معي زائد واحد اشارة الاكبر ونطرح هون شو عم بيقلي بالزائد اربعة هي ناقص ثلاثة وهي إشارة الواحد هون تمام ما نقول 1 2 3 هاي 4 فطبعا قيمة الصفر ما بدنا حسب هاي طلعت معنا 4 ما منحط زائد 4 لهون لأنه ما أخد من هون أخد أول شي ناقص 3 بعدين منعد من هون وشو أخد من القيمة الواحدة هي الموجبة حسب الإيجابة فطلعت معنا زائد 1 فبيطلع معنا زائد 1 هلا لي تحت ناقص 5 زائد 2 معناتها إشارة شو معناتها من هون رح تطلع ناقص 5 زائد 2 إشارة ناقص الإشارة ناقص رح تكون تمام 5 ناقص 2 حتكون ناقص 3 معناتها جوابي شو رح يكون ناقص 3 هيك حيكون جوابي من هون زائد 2 هو مقال لي هون زائد 2 رح أخدها هيك رح أخدها هيك الناقص 3 هون حتكون هاي الجواب فهون شو رح يكون عندي عمي ان لي صفر نائس خمسة هي نائس خمسة لهون تمام زائد اثنين هو اخدها هيك تمام هو اخد اول شي اشارته الناس اول شي احنا هناخد اشارته الناس اللي هي حتروح هيك بعدين والزائد ثلاثة مثل ما قدت لكم هذا هو الجواب رح يكون تحت بعدين شو قال لي زائد اثنين فمن القيمة هون واحد اثنين فراحت هي هيك زائد اثنين تمام فاجت من هذا الطرف هلأ هنر احنا ما احطيناها من هون لانه هي اخدت القيمة السالبة اقوى الشي لحنا بنمشي على الطرف الاكبر مشا ما خربت لحنا خلينا نمشي على الطرف الاكبر مشا نعرف كيف نحلها بناخد عليها امثلة شوفوا هون هون شو عاطيني طبعا اجابة هي رح تكون هيك هي هون اجابة هي هي ويساوي زائد سبع معناتها قديش القيمة عندي عندي هون اثنين وعندي هون خمسة صح شو اللي بساوي لي زائد سبع هي زائد اثنين بالزائد خمسة رح يطلع معنا سبع زائد اثنين زائد زائد خمسة تمام هي عدينا اثنين هيك بيجي بعدين منقول واحد اثنين ثلاثة اربع خمسة معناتها هي هي الخمسة بيكون الاجابة تحت يعني السابع لما بدي يجيبوناها بتكون الاجابة تحت هون شو عم بيقلي ناقص ستة بالناقص ستة هون اجابة ويساوي ناقص ستة طيب بعدها شو رح تكون هون عم بيقلي ناقص ثلاثة وواحد اثنين ثلاثة وهون ناقص ثلاثة معناتها شو ناقص ثلاثة بالناقص ثلاثة بيعطيني ناقص ستة تمام هيك منعدة هون عم يقللي ناقص خمسة ويساوي ناقص خمسة ويساوي ناقص خمسة معناتها منشوف قدي المجموع شوف شلون السهم يا بيكون رايح من نفس الاتجاه يا معاكس اذا ناقص خمسة اعطانيهم معناتها قديش رح تكون الاجابة ناقص خمسة منعد واحدة تنتين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة مااني تسعة عشرة ادعش ادعش معناتها شو عندي عندي ناقص ادعش زائد ستة اها ناقص ادعش زائد ستة فنشاهدتنا مع اشارة الاكبر ورح ترح شوفو هون الستة شلون جاي هيك زائد ستة وهون ناقص خمسة معنات اجابة ناقص خمسة معناتها قديش لازم يكون ناقص ادعش نشوف هون كمان اديش يعطيني هون يعطيني زائد سبعة معنات اجابتي ويساوي زائد سبعة اي حلو تمام نحطه هون ويساوي زائد سبعة هي يعطيني الاجابة زائد سبعة بالأحمر طيب هون شو ماشي ماشي ناقص اربعة نعد واحدة تنتين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسسة عشر ايداش هون عندي ايداش ايداش وين استهم رايح عالزائد ايداش استهم اذا بيروح لهذا الطرف زائد هيك واذا بيروح لهذا الطرف ناقص معناتها زائد ايداش ناقص قدي اربعة بيطلع معنا زائد سبعة يعني كتير سهلة معنا صعبة كتير سهلة بستركيز بسيط وبإذن الله بتكون معكم سهلة هذا الجواب عم قللي ناقص ثلاثة يعني ويساوي ناقص ثلاثة طيب تمام هذا الجواب وين رايح هذا السهم زائد خمسة عم قللي هون زائد خمسة معناتها قديش لازم واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثماني بيطلع معي ناقص ثماني ناقص ثماني زائد خمسة بيطلع معي ناقص ثلاثة هلأ بتحلولي هاي وهاي على دفتركن ويشوفه ان شاء الله انا بدرسي لما بتوجو لعندي بتاخدوا الدرس وطلابي المنصة الحلوين يحلولي ياها ويصورولي دفترون لحتى شوف الحال كيف طلع معه هلأ منروح للفقرة هاي اللي بعدها هون عنا بالفقرة اخذنا لحنا عملية جمع الاشارات هلأ عملية طرح الاشارات عملية طرح الاشارات شوفوا هون عملية طرح الاشارات شلون بتكون عندي هون ناقص ثمانه ناقص ثمانه ناقص ثمانه بالنائس ناقص بالنائس خلا شوفوا شو بنعمل هون بالورنك شو بنعمل عمي قللي اذا كان في عندي اكس ليان ايدي شقانان تيرس اشارتي طبلا مادي مكتدر يعني بدنا نعكسه هون ناقص 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 بتصيق ناقص ثمانه هي بتصير زاء droite ثلاثة فاائشارت الاكبر ونطرح تمام اشارت الاكبر بنطرح بنعطيها ناقص الخمسه طب ناقص خمسه زاء خمسه شو بنعطيني صفر هنا عندي ناقص هنا نائس اشارت 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 سائد ماناتا هون بتصير زائد هي عملية كتير منيح Gross هنا نائس 6 وعندي ناقص ثلاثة معناته من ساويها زائد سي 5 زائد زائد 3 وساوي 8 عندي هون اللي بين قوسين هل عندي 3 ناقص 5 ساويها ناقص 2 لانه الاشارة تابعة لنائص 5 5 ناقص 3 طبعا اشارة الخمسة هون زائد فبتطلع اما ازا كانت بين اقواص منضرب الاشارات اما ازا ما كانت بالاقواص نجمع جمع عادي ناقص 3 ناقص 2 ناقص 5 بتطلع ناقص 10 ناقص 4 ناقص 3 بتطلع ناقص 7 نحن قلنا بطرح الاشارات او جمال اشارات نحن اشارة المتوافقة ومنجمع اما ازا كان عندي اقواص لا بدنا نضرب ناقص بالزائد منساوي ناقص زائد بالنائص بيضل ناقص ناقص بالنائص بيصير زائد زائد بالزائد بيضل زائد لانه في عندي اقواص حتى بالقيم المطلقة نفس الشي ناقص بالزائد بيصير عندي هون ناقص حلو هون عندي 5 بالنائص ناقص 3 معناته هون ازا في قوس معناته ان نضربها ناقص ضرب الناقص حيطلع معي زائد وبتطلع 5 زائد 3 ويساوي زائد 8 كمان هون ناقص بالنائص حيطلع زائد فزبعة زائد 8 خمستاش ناقص بالنائص حيطلع زائد 12 زائد 5 بتطلع معي 17 ليش لانه هون في اقواص ناقص بالزائد ناقص 9 ناقص 5 بيطلع معنا قدي 9 ناقص 5 بيطلع معنا 4 تمام بيطلع معنا هون اا ناقص اذا بيطلع معنا ازا اربعة لانه ناقص هيرجع للخمسة معناته هون شو بيطلع معنا بيطلع معنا الحسب مطالع معنا هون ناقص بالنائص بيطلع معنا 8 زائد 6 اربعة عشر ناقص بالنائص ناقص 8 انتبهو هون ناقص 8 هون في ناقص زائد 5 تمام ننتبه زائد 5 بتطلع معنا ناقص 3 شهر الاكبر ولا اطرح طيب هون عندي ناقص 9 وناقص 4 كمان هون حلول يا هي وظيفة وهيخلوها وظيفة وهيخلوها وظيفة وهيخلوها وظيفة حلوها منشوفها ان شاء الله بالدرس القادم هلا لهون ما رح نكتر كتير معلومات بشام ما يصير صعوبة عليكم بالدراسة ولهون انا بيكون خلص درسي معكم شوفكم ان شاء الله بدرس قادم